الفقير والمسكين الفقراء والمساكين فيها يعني هل اللغة مختلفين فيها يعني من هو الفقير ومن هو المسكين قسم يقول الفقير من له دون النصاب يعني أدنى الشيء قليل على الفقير والمسكين من لا شيء له قسم يقول هكذا يعني عنده قط يوم مثلا الفقير يعني يدخل دخل لكن لا يكفي تمام لا يكفي دون النصاب فقير المسكين ليس عنده شيء أصلا قسم يذهب قدم الفقراء على المساكين يستدل بقوله أو مسكين ذا متربة من متربة عنده لاصق بالتراب ده ما ما عنده شيء مسكين قح نعم قسم يذهب يقول لا يقول المسكين المسكين عنده شيء بدليل قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر عندهم بعضه لكن لا يكفي ده مش بعضه ما شاء الله سفينة يا دكتور هم أغنياء ليست لواحد لمجموعة كثيرة مساكين يعملون في البحر عايشين منها طب ماذا تقول اللغة هو هذا اللغة اللغة يعني مختلفين من هو الفقير ومن هو المسكين قبل القرآن هذا بغض النظر عن استعمالات القرآن يقول المسكين من السكون والسكينة كأنه لا صق بالتراب لا يتحرك المسكين صيغة مبالغة من سكنة سكنة نعم صيغة مبالغة وزن ماذا مفعيل طبعا أكثر من 16 وزن مبالغة طبعا 16 وزن مبالغة ما شاء الله كثير إذن مفعيل مشهورة ومزلاء من طيقه طبعا فمسكين من أوزلاء مبالغة إذن هي أقوى في الدلالة من فقير ليس عنده شيء وهكذا يقولون أنه من السكون والمبالغة فيها وحضرتك تميل أي رأيين والله أردنا يعني أيهما أشد لكن قدم الفقير على الصدى ليس بالضرورة التقديم هو يعني يعني مدار الحكم ليس على التقديم أو التأخير ليس بالضرورة طيب يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقول لنا أنه المحتاج جدا الذي ليس عنده شيء أو الذي عنده شيء لا يكفي كلاهما ممن تجب لهم الزكاة ممن ليس عنده شيء ومن عنده ما دون النصاب مما لا يكفيه الدخل كلاهما تجب له الزكاة كلاهما يقول المسكين هي حقيقة صغيرة مبالغة من السكون عند عدم الحركة يعني المسكين أشد فقرا من الفقير يمكن ما هو العائل المحتاج يعني نفسي إذا حاولنا أن ننظمهم في سلسلة كن أقواء من الفقير حتى الله تبراك وتعالى يا منا رسالي صلى الله عليه وسلم واجدك عائلا يدخل في أحد هؤلاء هذا العام آه محتاج عموما طبعا يكون فقير أو مسكين رح يدخل يعني كل الأشياء تذكرها رح تدخل في هاتين نصف يعني هم الاثنان محتاجانا خلاص يدخل بأي صورة كانت يعني نعم بقسم الفقير يعني من الفقار فقرته مكسورة من الفقر كأنما لا يستطيع إذا في علاقة بينه وبين الفقرة كأنما هكذا يقولون يعني من كثرة الفقرة يعني كأنما فقط الفقرة مكسورة الفقرة مكسورة طبعا هذا أقوى يا دكتور يعني يعني كسرت فقراته ظهري هذا أقوى من المسكين على أي حال نعم فهو قسم ذهب إلى هذا أنه ليس له شيء الفقير والمسكين عنده شيء لا يكفي وقسم قال أنه الفقير عنده والمسكين ليس عنده شيء أحسقل فيها كل حضرتك تأمين لأي رأي والله يمكن الفقير يعني الفقير أقوى بما بدأ به ربنا سبحانه وتعالى يعني لما ذكر الحاجة ذكر من هو أحوج يعني للفقراء والمساكين يعني هذا كتبلي للفقير أقوى أشد فقرب من المسكين لأن المقام ما دام بدأ بذوي الحاجة فبدأ بأكثر الحاجة نعم صحيح الضعفاء والمستضعفين المستضعفين اللي غيرهم يستضعفهم الضعفاء هو ضعيف مستضعف أحد استضعفهم نعم يعني يعني بني إسرائيل استضعفهم نعم ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض يعني استضعفهم حاكم أو سلطان فاستضعفهم الضعف لا هو ضعيف وله ذرية ضعفة هو استضعفه بمعنى ماذا يعني تسلط عليهم تسلط عليهم تسلط عليهم بغض النظر عن كونه ضعيفا أم غير ضعيف لا لا لكن هناك قوة جائرة جبارة نعم أملت شروطها عليه مثلا يعني حكمتهم بالحديد ونر أذلتهم وما إلى ذلك هضمتهم حقوقهم كلفتهم بواجبات لا يطيقونها يعني بني إسرائيل هم في حل الأمر ليسوا ضعفاء لكن فرعون استضعفهم بما له من سلطة وغلبة وقوة الآن يعني لو تدخل في السياسة مثلا جيد أود أن أدخلك في عالم السياسة يعني تنظر يعني هناك مثلا جماعات أو كذا أو في دول تستضعفهم الدولة وتستذلهم لسبب الأسباب صح صح وتجور عليهم نعم فهناك مستضعفين هذا يعني يعني مستضعفين نتيجة وجودهم تحت واطئة قوة أخرى نعم أما ضعفاءهم من أساس حالهم هكذا ضعفاء كنا مستضعفين في الأرض ترجمة نانسي قنقر